موسيقى موجز جديد بأهم وآخر الأنباء على قناتكم شوف تيفي أهلا بكم شكلت المشاريع عفوان المهيكلة لحماية مدينة مراكش من خطر الفيضانات وتقديم حصيرة الخسائر التي خلفتها الأمطار الاستثنائية التي شهدتها المدينة مؤخرا محور لقاء عقد هذا الأسبوع بمقر ولاية مراكش تنسيف الحوز وتشمل هذه المشاريع التي قدمت خلال هذا اللقاء الذي ترأسه وللجهة سيد محمد فوزي بحضور والي أمن المدينة وعدد من المنتخبين المحليين والبرلمانيين ورؤساء المصالح الخارجية تهيئة واد إيسيل وإنجازة ثلاثة خنادق لحماية الأحياء الجنوبية للمدينة من الفيضانات وإعادة تهيئة واد البهجة تعزز النسيج الجمعوي لمدينة أقادير مؤخرا بإحداث هيئة جديدة نطلق عليها اسم مؤسسة أقادير ثقافات وتعنى بقضايا الفكر والمعرفة والإبداع والتواصل وتهدف هذه الهيئة حسب بلاغ للقييمين عليها إلى الإسهام في تنمية التقافات والفنون والتحسيس بالدفاع عن البيئة والحفاظ على الذاكرة التقافية والتورات الشفوي محليا ووطنيا والنهوض بفنون الفرجة بمختلف أشكالها وتعبيراتها وتتطلع هذه المؤسسة إلى إحداث تظاهرتين كبيرتين تتعلق الأولى بآغافريكا بتنظيم موعد سنوي لتسليط الضوء على فنون الفرجة الإفريقية خلال شهر أبريل المقبل فيما ترتبط الثانية بآغاسي نيكولوجيا بتنظيم مهرجان دولي للسينما والبيئة خلال شهر أكتوبر 2014 في الخبر الدولي أعلنت المفوذية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن فرنسا تعهدت أمسنا الأربعاء باستقبال 500 لاجئ سوري تلبية لطلب من الأمم المتحدة ويأتي هذا الإعلان عقب محادثات في باريس بين الرئيس الفرنسي فرنسو هولوند والمفوذ الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وفد فليب لوكريك ممثل المفوذية في فرنسا بأن الرئيس هولوند أعلن خلال مباحثاته مع جوتيريس التي تناولت التداعيات الإنسانية للأزمة السورية أن بلاده ستستجيب لطلب المفوذية العليا للاجئين من أجل استقبال 500 لاجئ سوري مذكرا بأن مفوذية اللاجئين كانت قد طلبت من دول الاتحاد الأوروبي المساهمة في التخفيف من الضغط الموجود في دول تركيا ولبنان والأردن والعراق دوليا دائما دعا أكبر اتحاد عملي في اليونان أمس الأربعاء إلى تنظيم إضراب عام في البلاد في السادس من نومبر القادم وذلك احتجاجا على ما وصفه بالارتفاع الكابوسي في معدلة البطالة وتآكل حقوق العمل بفعل الإجراءات التقشفية وذكرت شبكة ABC News الإخبارية أن الاتحاد دعت طبقة العمالية اليونانية أيضا لخوض احتجاجات أمس لمدة 24 ساعة في محاولة جديدة منها لوقف عمليات خفض الرواتب التي تتبنىها الحكومة كجزء من بنود اتفاقية صفقة الإنقاذ التي حصلت عليها اليونان والتي بلغت 240 مليار يورو نختم بالخبر الريادي حيث عاود الجناح الويزي جاريت بيل تمارينه مع الفريق الأول لريال مدريد بعد تعافيه من تقلص عضلي أبعده عن الملائب لنحو الأسبوعين وفق ما أعلم النادي الملكي أمس الأربعاء وقال النادي في بيان أدعه على موقعه عفوا على شبكة الأنترنت أشرف كارل أنشلوتي على معظم اللاعبين الذين خادوا مباريات دولية مع منتخابتهم الوطنية في الفترة الأخيرة وهم كاسياس واربيلو وبيبي وكارفاخال وخديرا وإسكو وديماريا وخوسي وموراتا وبنزيمة بالإضافة إلى بيل الذي تدرب مع باقي المجموعة وكانت الإصابة حرمت بيل من المشاركة في مبارتي فريقه ضد كوبنهاجن في دور أبطال أوروبا ثم ضد داليفانتي في الدور المحلية بالخبر الريادي نكون قد أنهينا الموجز اشتركوا في القناة